دايما ما تثير العلاقات العاطفية في حياة الفنانين كتير من الجدل وبعض الفنانين ارتبطت أسماءهم ببعض المغامرات العاطفية أو النسائية واللي تم اكتشافها مع الوقت واللي يعتبر أشهرهم الفنان أحمد عز ومعروف عن الفنان أحمد عز أنه مش بيعترف بعلاقاته العاطفية لكن فيه وقع التصريب عقد جوازه بأنغام مقدرش ينكره ده غير تورط اسمه في كتير من العلاقات النسائية تعالوا نشوف أشهر علاقاته العاطفية واللي كانت طرف أصيل في فتح أمرها والتراشق فيها الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية واللي كانت سبب في إفشاء سر علاقة استمرت ست سنين وانتهت ليلة الخطوبة في تصريحات نارية للصحفية نضال الأحمدية عن أحمد عز قالت هرب قبل الجواز كانت الإعلامية نضال ضيفة في برنامج تلفزيوني على قناة صوت بيروت انترناشنل وأثناء الحديث جات سيرة الفنانة زينة والفنان أحمد عز والخلاف اللي بينهم وقضية الطفلين ودفعت الأحمدية عن موقفها تجاه الفنانة زينة ومسندتها ليها في قضيتها الشهيرة مع عز وقالت إنها مش بتدافع عنها لأنها صديقتها المقربة بالعكس هما متقابلوش قبل كده ولكنها بتدافع عنها بسبب اللي عمله أحمد عز معيها وخلال اللقاء قالت تصريح مدوي لما حكت عن علاقة سرية جمعت الفنان أحمد عز بنجمة لبنانية وصفتها بأنها مهمة وكبيرة ومعروفة في الوطن العربي وقالت إن أحمد عز في يوم خطبته على النجمة دي وبعد علاقة حب استمرت ست سنين قفل تليفونه المحمول وسبها لوحدها في لبنان يوم خطبتهم بدون سبب وخزلها قدام عيلتها والضيوف والكل ولما تسألت نضال الأحمدية عن سبب أزمتها مع الفنان أحمد عز قالت إن مفيش مشكلة بينهم ومش معنى إنها وقفة بجانب الفنانة زينة وجود علاقة شخصية بتجمعهم وعلاقة نضال الأحمدية وقالت أقسم بالله ما أعرف زينة ولا تقابلنا أنا لما أخد صفح حد ده مش معناه إنه كان صديقي وعن علاقات أحمد عز اللي ما بتنتهيش انتشرت صورة لأحمد عز مع بنت المحامي المعروف أشرف عبد العزيز في الساحل الشماني خلى البعض يعتقد في وجود علاقة عطفية بينهم لكن المحامي نفأ الأنباء بشكل سريع ولما ظهر عز مع المطربة الشابة منا متكاوي طلعت إشاعة بتتكلم عن خبر خطوبتهم لكن بعد فترة اتضح إنها مجرد إشاعة ملهاش أساس من الصحة أما قصص زيجات أحمد عز كان أشهرهم زواجه بالفنانة أنغام والتي تعرفت بعد انفصاله عن أنغام بسنين لما تم تسريب عقد جوازهم عبر السوشيال ميديا وضطرت أنغام إنها ترد وقالت إنهم اختاروا إن يكون الجواز سري وبعيد عن الأضواء والإعلام لكن الأهل والأصدقاء كانوا على علم بالجواز وأصدر أحمد عز وقتها بيان من تسع نقط قال خلاله سبب إخفاء الجوازة السرية من أنغام وقال فيها بالنص إنه تم إنكار العقد في البداية والإعلان إنه فوتوشوب لأن الصورة المسربة ما كانتش إلا صورة ضوئية منه وأضاف إن أنغام فضلت الاحتفاظ بسرية جوازها تجنبا لإن زوجها الأول ياخد ولدها وإن المقربين كانوا على علم بكل التفاصيل وأكد إنه لما نفع جوازه منها فده احتراما منه لظروفها ومش خداع لجمهوره وهي وقتها قامت بالنفي هي كمان ولما أعلنت الفنانة أنغام جوازها من أحمد عز وانفصالها عنه في الوقت المذكور في العقد فده بعد ما تم ذكر اسمها في موضوع ما لهاش علاقة به من قريب أو من بعيد بشكل لا يليق ببكانتها بل وأصر البعض بأنها مزالت زوجة أحمد عز لحد دلوقتي وده تسبب لها في مشاكل كتير وكان لازم تكدب الإشاعات وتقول للناس إن أحمد عز مش مخادع ومش بيجمع بين زوجتين ورغم مرور وقت طويل على قصة زواج أحمد عز وزينا إلا إن الأضايا والخلافات مزالت مستمرة بعد ما أنكر أحمد عز زواجه بزينا ونسب طفليه التوأم منها ورغم حكم المحكمة بإثبات نسبهم لي وإلزامه بدفع المصرفات المدرسية وغيرها من الالتزامات مازال مصر على إنكار زواجه من الأساس بوالدتهم وطول السنين اللي فاتت عاش أحمد عز وزينا صراعات كبيرة في صلاة المحاكم كانت كل الأحكام فيها لصالح زينا وتوأمها وبكده استطاعت إنها تثبت للجميع صدق روايتها في الجواز العرفي بيه موسيقى موسيقى